ازايكم؟ في الفيديو بتاع النهاردة جاي اقول لكم ازاي طلبنا الدرع الفضي اول ما القناة بتاعتنا وصلت للمية الف مشترك عشان بازن الله خلاص يعني ان شاء الله خلال ايام يوصل بالسلامة ونبدأ نعمل فيديو الاحتفال بالدرع الفضي للقناة خلينا قبل ما نبدأ الفيديو اقول لك على حاجتين مهمين جدا ان الطلب بتاع الدرع الفضي لطريقتين الطريقة الاولى وهو انك انت تستنى يعدي عليك عشر ايام بعد ما القناة توصل للمية الف مشترك وهتلاقي اوتوماتيك اليوتيوب بيطلع لك كده نوتوفيكيشن في الستوديو او في اليوتيوب استوديو او الرهيالك دلوقتي بيقول لك انك انت تطلب الدرع الفضي بتاعك والطريقة التانية ان انت بعد ما تعديه من ثلاثة بس من الوصول للمية الف مشترك هو ان حضرتك بتخش تكلم الدعم الفني بطريقة ورهيالك دلوقتي علشان يبدأ يبعث لك الكود اللي انت من خلاله بتطلب به الدرع الفضي بتاعك بس خليني في البداية اقول لك بقى قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا انك لو بتتفرج عليها على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ولو بتتفرج عليها على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد يلا بينا نبدأ الفيديو وتعالى اقول لك ازاي طلبت الدرع الفضي بتاعي على قناتي على اليوتيوب اول طريقة زي ما قلتلك كده انا القناة بتاعتي بقالها بالزبط عشر تيام عدية الميت الف مشترك فالنهار ده بس بدأ يظهر لي الرسالة دي اللي هي بتقول مبروك انت دلوقتي تقدر تحصل على الدرع الفضي بتاعك كل اللي انت هتعمله انك انت هتاخد الكود ده كوبي وتبدأ تخش على اللينك ده علشان تبدأ تطلب الدرع بتاعك فانا هدوس هنا بهذا الشكل وبيبدأ يطلب منك هنا انك انت هتحط الكود بتاعك هنا كده علشان تبدأ تطلب الهدية بتاعتك المجانية لانك انت بيبقى ليك هدية واحدة بس مجانية لكن عايز اقول لك انك انت تقدر تطلب اكتر من درع فضي لو انتو مثلا 3 ا4 شغالين على نفس القناة بتاعتك فممكن تطلبوا درع واحد لكل واحد فيك وان شاء الله دي هبقى اعمل لها فيديو منفصل وقول لك ازاي تقدر تطلب دروع اضافية للفريق بتاعك بعد ما بنحط الكود بندوس على ريديم اوورد بهذا الشكل انا هنا هتلاعلي الرسالة دي لاني انا خلاص بالفعل طلبت الدرع الفضي بتاعي قبل ما اعمل الفيديو ده ولكن انا هوريج دلوقتي الصفحة اللي هتظهر لك والخطوات اللي انت المفروضة هتمشي عليها علشان تبدأ تطلب الدرع بتاعك لان زي ما قلتلك انت بيبقى ليك او من حقك انك انت هتطلب واحد بس بشكل مجاني عن طريق الكود اللي بيجي لك من اليوتيوب او من خلال اليوتيوب استوديو ولكن بيبقى من حقك بعد كده انك انت هتطلب دروع فضية اضافية تكلفة الدرع الفضي لواحد مية وخمسين دولار المهم نرجع لموضوعنا بعد ما بتحط الكود اللي بيجي لك في اليوتيوب استوديو زي ما وريتك من شوية بتبدأ تدوس على ريديم اوورد بيبدأ يجي لك هنا كده سواء انت بقى كنت هتاخد الدرع الفضي او الدرع الماسي او الدرع الذهبي على حسب القناة بتاعتك فبيطلب منك هنا انك انت هتحط الشانل نيم بتاعتك او اسم القناة بتاعتك بيبدأ يوري لك هنا كده شكل الدرع هيبقى عامل ازاي علما ان الاسم اللي انت بتحطه هنا كده ده بيبقى الاسم اللي هتكتب على الدرع يعني ممكن انت تغير الاسم يعني مثلا على سبيل المسال انا الدرع بتاعي او القناة بتاعتي اسمها باسم مجدي داش ميديا باير ممكن نطلب ان الدرع ييجي مكتوب عليه باسم مجدي بس ولكن انا شخصيا خليتها بنفس اسم القناة المهم بعد كده بتدوس على ابروف ان تشيك اوت بيبدأ انقلك لصفحة بعد كده بيقولك تحط فيها بقى البريد الالكتروني بتاعك وطريقة التواصل بتاعتك علشان خاطر الدرع يوصلك فبنيجي هنا بنكتب الايميل بتاعنا وبعد كده هتكتب اسمك وبعد كده هتحط العنوان بتاعك وتحط البوستال كود او اللي هو الرقم البريدي بتاعك وبتنزل تحت تحط المدينة بتاعتك وبتختار المحافظة بتاعتك وبعد كده بتبدأ تحط رقم التليفون بتاعك المهم رقم التليفون يكون سليم بنسبة 100% وتكون على طول فتحه دي اهم حاجة وبعد كده بتدوس على نكست بيبدأ يظهر لك الصفحة بهذا الشكل وبيقول لك ان الوردر توتل هيبقى بزيرو يعني بدون اي تكلفة اضافية علشان خاطر ده اول درع انت بتحصل عليه سواء كان الفضي او الزهبي يعني اول درع من كل حاجة يعني الفضي اول واحدة يجيلك ببلاش الدهبي اول واحدة يجيلك ببلاش لكن بعد كده لو انت عايز تطلب درع اضافية زي ما قلت لك ان الدرع الفضي 850 دولار والدرع الزهبي 8450 دولار بعد كده هتدوس على بليس اوردر علشان تطلب الدرع وبعد كده بيقول لك خلاص انت خلاص طلبت الوردر بتاعك الطريقة التانية بقى وببساطة شديدة بعد ما القناة بتاعتك تعدي الميت الف مشترك بتلات اربعة ايام كده بس بتيجي هنا في اليوتيوب ستوديو وتدوس على شات ويس كريتور سابورت وبيبدأ يفتح لك شاتنج مع الكريتور فبتبدأ تقوله او تتكلم معاه وتبدأ تقوله انك انت تخطيت الميت الف مشترك وانك انت عايز تحصل على الدرع الفضي هنا ممكن تختار سامسنج ايلز ويبدأ هنا البوكس بتاع الشات يفتح معاك هنا بيقول لك ان في واحد بس في الشات قبليك اول ما يخلص الشات هيبدأ يتفتح معاك وتبدأ تكونتكت السابورت عادي جدا وتتكلم معاه في بقى طريقة تالتة وهو انك انت بتخش على اللينك ده بتاع سابورت جوجل دوت كوم سلاش يوتيوب وتبدأ تدوس على جيت ايوتيوب كريتور اوورد لجائزة صناع المحتوى او منشيء المحتوى على اليوتيوب بتدوس عليها بهذا الشكل بيقول لك سجل بالاميل اللي انت بتاع القناة بتاعتك تمام بتدوس على كونتينيو بيقول لك ايه رأي الكريتوريا تمام بتدوس على كونتينيو تبدأ تحط رابط قناة اليوتيوب بتاعتك بهذا الشكل فاحنا هنرجع نفتح القناة بتاعتنا وهناخد اللينك كده كوبي واخد بالك ان انت تاخد اللينك الاصلي مش اللينك المختصر اللي هو اللينك ده كده بتاع القناة وبتيجي هنا كده تحط لهم لينك القناة بيست وتدوس على كونتينيو هيقول لك تمام الف مبروك انت جاهز لاستلام الدرع الفضي بتاعك هتدوس هنا على ريديم وهيبدأ انقلك لنفس الصفحة اللي احنا كنا بنشرح عليها من شوية وهي دي كده ببساطة الطريقة اللي تقدر تطلب بها الدرع الفضي بتاعك من خلال اليوتيوب واستنوا ان شاء الله فيديو قريب جدا هعمله لكم واقول لكم ازاي ان انا طلبت اكتر من درع من اليوتيوب وان شاء الله اول ما يجيلي هنعمل الفيديو تطلب درع من اليوتيوب اضافي وكمان هعرفك طريقة تخليك تطلب دروع باشكال مختلفة وخلينا ما نحرقش المفاجأة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لو بتفرج عليها على الفيسبوك ولو بتفرج عليها على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة واتفعل الجرس عشان يصل لك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته